السلام، كديرين، سنة تكونوا باخر والاخر انتم كتشوفوا الفيديو ديالي ومرحبا بكم في قصة جديدة مرحبا بالنجداد واحتفل القدم اللي كتابعوني على القناة وقبل ما نخليكم مع القصة دياليوم اللي مازال ما شاركش في القناة يا بطي دير اابوني وجايب ويخليش التعليق زوين علاش لنا ويا الله نبدو القصة ديالنا واحد المرة رجعت من الجميع على الدار مع ديك جوج ديال نهار تقريبا وبديت كندق في الباب ولكن حتى واحد ما حلية انا نقول ميمكنش ماما ما عندها فيه تخوج راش ما حلتش لي الباب وبقيت كندق كندق بالجهد وهد المرة الحمد لله حلات لي الباب ودخلت ولكن جاتني حلتها غريبة حتى راح ما قالش لي حتى السلام ودخلتني شلصان قلصت حتى خالتي شفش فيهم وبان لي لون وجههم مخطوف انا نقول لهم ملكم يا كلاباس اشنوا واقع وهي تقول لي يا ماما والدموع في عينيها مصيبة يا فرح مصيبة جداتك تصلت بينا وقالت لينا من هنا لساعتين غادي تجي لعندنا ليس كانشوف فيها وكانتحك وقالت ليها جداتي كيف جداتي غادي جي لعندنا واش نسيتي بالليرة خمس سنين هادي باش ماتت ولا قال سكت تخايلي وهي تقول لي يا خالتي ملكي حمقتي ما كان هدروش على امي كان هدرو على جداتك لباباك وانا نشوف فيهم وانا مصطومة كيف جداتي من جهة بابا وانا مع عمرني عرفتها وانا جبدوها ليا من غير بابا الله رحموا لي كان قال لنا وحد المرة بلي سكنا في شعره بيا بعيدة ومع عمرو مش اشافها ولا تواصل معاها وانا نقول لماما وشنو المشكلة في هادشي رحم زيان من اللي غادي تجي نيت نشوفها ونتعرف عليها وانجمعوش من عائلتنا وهي تشوف فيا وقالت ليا سمع فارح انتي دابا كبرتي وما بقيتش صغيرة اجي قلسي انا غادي نعود لك كل شي وبداية كتعود ليا وقالت ليا بلي هاد جداتي من بودة من العائلة كاملة وحتى وحد ما كيمشي عندها ولا حتى كيدوي معاها حتى هي سحارة والدرجة ان بابا كان حاقد عليها وبلي هرب من العربية بسبابها وحتى من جيرانها ثم حتى واحد ما كيحملها وناضوا واحد المرة كاملين وغاو يجريوا عليها ولكن واش صحبوش داتي سكتت لهم لا 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 ناضد درت لهم دك تخربق ديالها وفي الصباح كاع النس اللي في دك الدوار ديورهم واللوعة مرين بالعقارب والمواشي ديالهم متوا كاملين دفعوا حدا رجعت وقلت لماما انا قع ما كانت سيقها تتخارف انا نقول لك واحد الحاجة ولكن لا ما تقلقي مني انا اللي عارفها بللي اي وحدة مزوجة ما كتحملش عقوزتها ودكشي علاج حتنتي ما كتحمليهاش وكتقولي فيها هاد الهضرة هي تشوفي يا ودموعها بدوك يطيحو قالت لي يا لا لا مشي هكاك هي اصلا فاش تزوجت بباباك ما كانش باغياني هيس كانت باغي تزوجوشي وحدة من عائلتها والمدة تربع سنين فين ما كان باغيو نفرحو بشي وليدو لبنية كان بدان حلمش داتك تقولي هاد الحمل والله هلا كمل وما كيدوش بزاف حتى كيطح لي الجانين وهاد شي قعلنا ربعا ديالمرات من بعد وحنا نهربو من سما وجينا هنايا وبديت كانت ببع مع واحد دراقي والحمد لله وراها ولدتك ذاك شي علاش كنخاف عليك وهاد المجيدي جدتك اليوم غريبة وحاسب لي شي حاجة مش هي هاديك وانا نشوف ماما وخالتي وانا نقول لهم الله يهديكم المرة دابا غتكون في عمرها فايتة خمسة وثمانين عام وحتى قائلة كانت سحارة رجلون غايكونوا فرقوا عش حال هادي حضرة ما عندهم ما يديروا بشي وحدة شارفة واليوم كون ره جاية غير باش طلب منكم سماحة وتشمع العائلة ولكن وخهاد الهضرة ما زادت من قصات لا في ماما ولا في خالتي وهي تقول لي يا خالتي الله هديك فارح انت رك ما عارفة والو كون عرفتها جدا تكيف دايرة كون فاسمعتها جاية بدلت المدينة قاع وانا نقول لهم صافي صافي غير كونوا هانين من اللي غادي تجي انا اللي غنسكلف بيها ونقابلها وحتى من بيتي غنعطيه لها باش تكون مرتاحة وهي تقول لي يا ماما لا لا احنا وجدنا لها البيت اللي في تبقى الفقانية انا نقول لي هوب كيفش تبقى الفقانية يك حنا تمكن حطو غير داك شي القديم اللي خاسر كيفش بغشوات ناس تمار احرام عليكم وهي تقول لي يا ماشي شغلك احنا قادينا لها البلاسة تمار وبلا ما تزيدي معي في الهضرة صراحة وخا كنت كنشوف ماما وخالتي خايفين انا كنت غنطير بالفرحة حيث خنشوف جداتي لأول مرة من بعد شي ساعة قريبا حتى بدأت دقان في الباب وانا نمشي كان جري باش نحل حيث كنت متحم صغير باش نشوف جداتي ولكن من اللي حليت الباب صدمت من ذاك الشي اللي شفت نمرة كبيرة اقوزة كتخلع ومن اللي كتشوف فيها كتبالك فايتم يتعام وكانت واقفة وكتشوف فيها شي شوفات كي خلعو والفصلة ديال جسمها غريبة وانا نقول لها واش انتي هي جداتي ويا تقول ليا اها فرح انا هي جداتك اللي حرموني منك هات سنين كاملة ولكن الحمد لله اللي قدرت نشوف قبل ما تطرب فيها شي حاجة قربت لها باش نسلم عليها ولكن ضربت فيها وزادت ولاحت ليا واحد صغير كانت هزاه استغربت صراحة من تصرف ديالها وانا بقيت واقفة وحاديها وهي داخلة ولكن كانوا عندها شي خطوات تقال ووحد الريحة كانت فيها فحال نقولوا الريحة ديال تراب ما هاشي ريحة فحال لي كانت تكون في شي دار مهزورة وحد الريحة ما تقدروش تخيلوها موهم دخلت قلصت في الصالون وهي تقول لي يا فين هي امك امك اللي حرماتني منك ومن ولدي اللي مات ومش فتوش وانا نقول لها ها هي غتي خليتها ومشيت عن المامة الكوزينة ولقيتها وقفة هي وخالتي بجوج وخايفين انا نقول لهم مالكم ايوه وجدو جدتي شي حاجة تاكلها ولا تشربها راه باي نعيانا مسكينا مع الطريق وهي تقول لي يا خالتي ويش ديه لها نيتنتي وديه لها وانا نقول لهم حشو ما عليكم واجيو بعدها غير سلموا عليها راه من الصبح وياك اتسول عليكم ويا تقول لي يا ماما لا 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 انا والله ما نسلم عليها وما نشوفهاش اصلا غا سمعت الباب فيه دقان ولحمي بدك يبورش عليها سيري سيري قلسي معاها وانا وخالتك غنخرجو من الباب ديه اللاكور وغنمشيو عند الشارة وملي جداتك تمشي في حالها ديك الساعة احنا غادي نرجعو وخرجو ومشو كي يجريو انا بصراحة صدمني التصرف ديالهم اويلي واشهدوا من نيتهم خلوني ببوحدي ودابة انا اش غادي نقول جداتي مليت عاود تسويني قيت كان فكر ومشيت وجد صينية وانا نمشي عند جداتي ولقيتها باقة غالزة ولكن غالزة كتقلب في الساك ديالها وانا نقول ليها يك ما كتقلبي على شي كنت مخبيه تما وهي تقول لي انا عارفة موك وخالتك خرجو من الدار وما بغوش يشوفوني ولكن انا لي كهمني هو انتي وانا جاية غير على قبلك وانا عارفة هم حاملينيش ولكن انا زازة لي وهانتي باش تأكدي شو فيها تصاور وشو بدات ليش تصاور من ساكها وفعلا كانت فيهم ماما وخالتي وانا استغربت منهم وخصوصا بلي ماما كينة في تصاور وقال نسلك عارفوها عارفين بلي هي قعدة حاجة عندها هي انها تصور وبغيت كانت سائل كيفاش طيحين في دها تصاور انا نقول ليها للا جداتي رغير جرت نشدها الوجاة دياليولادة ومشاو عندها مهم حاولت نقنعها ويت قول لي مكيهمش مكيهمش مهم انا راني عيت مع الطريق وبغيت انتك كان ارتاح شوية يالله طلعيني للطبقة الفوق راني عارفة ديك اللفعة واختها مجدو لي البيت اللي تم انا نقول ليها للا انت رك غتنعسي في البيت ديالي هدي ترتاحي فيه كتر ولكن مجيت فيه نكمل الهضرة حتى مشت خرجت وقصدات درج نيشال وطلعت راسها ولكن خطوات ديالها كانوا غراب مهم طلعت وقصدات البيت اللي مجدل لها نيشال اولي هدي كيفاش عرفت البيت ومشات وقصداليه ولكن بيرا عمرها مشت لعدنا في حياتها انا هنا بديت كانشك باللي بالصحي سحارة وتقدر تعرف اي حاجة وباللي عندها شي قوة خارقة مهم خليتها وهبط في حالي وقلت نتصنها حتى تتفق على خطرها وديك ساعة نسولها وعلش لا لا كانت غتفيدني وتنفعني في شي قوة خارقة وصل الليل وكانت شيل وحدة تقريبا ولكن جدتي قعمة هبطات جاتني غريبة وانا نطلع لعندها وبدت كانتدق عليها في البيت ولكن كان ما حلت لي وقربت ودني الباب باش نسمع إلا كانشي صوت ولا شي حاجة ولكن ووالو قلت صافي غديتكون مسكينة غير بقعيانة وبقع ناسة حتى عيات مع الطريق والصفر ومشيت لبيتي دخلت لبيتي واخديت واحد الكتاب قلت نقرأ شوية نتلاها بي على ما يجيني الناس ولكن ما دستش حتى عشر دقائق حتى بديت كنسمع شي أصوات غريبة وفي حالة شي واحد كيتألم خرجت من بيتي كان جري وبديت كنحاول نتبع الصوت منين جاي وفعلا سمعت باللي جاي من البيت اللي الفوق طلعت كان جري ما حدي أنا كنقرب وأنا كنسمع الصوت جاي من البيت اللي كانت ناسة فيه جداتي غير ما زدت خلعت يك ما جدتي مريضة ولا طاريا لها شي حاجة وبديت كندق ونعيض عليها ولكن ما جاوبني حتى واحد وحتى من الصوت اللي كنت كنسمع تحبس أنا تخلعت ورجعت البيتي وصديت عليها وبقييد قلصة كنفكر حتى الداني النعاس من اللي فقط الصباح لقيت السقيل في الدار نتك نقلب وما كان حتى واحد وعيلي جدتي من البرح وهي نعصة ما زلق عما فقط أنا نقول مع راسي عاجي نطلع نفيقها طلعت البيت اللي كانت نعصة فيه وبديت كندق ولكن كان واحد السقيل غريب عود ثاني أنا معرفة ما ندير وقلت فراسي نمشي عند جيراننا ونعيط لماما تجي تشوف أشنه طاري وفعلا مشيت لعند جيراننا ولكن ما لقيت حتى واحد ولقيت غير راجل جارتنا وقال لي يا بللي رهجها الحرق ديال الولادة ومشت معها ماما وخالتي بالصبيطار الصبيطار اللي كانوا مشاوليه كانوا بعيد بساعة تقريبا على الدار يعني مع الطريق وغادي نبقوا يتسنى ويقدروا يبقوا معا حتى النهار كامل فقررت نرجع للدار ونحل الباب على البيت ديال جداتي ونعرف أشنه طاري رجعت للدار وطلعت نيشة للبيت اللي كانت فيه جداتي وبقيت كان دق ولكن رهما كان حتى جاوب كيف قبيلة بقيت مضاربة مع الباب حتى حليزو مليت حل الباب ودخلت صدمت من ذاك شي اللي شفت البيت كان خاوي واحتجت داتي رهما كيناش فيه شنو زعمة؟ أتكون خرجت في الليل ومشت في حالها واللاحي تبقى في هالحال من تصرف لدارت ماما وخالتي بقيت كانت سأل فراسي واحد لوقيتها لمحات عيني واحد الخيط مربوط فترية وفيه شي ورق مع اللقين ملي قربت ليه؟ كانت صدمة عباد الله هادو رهما شي ورق هادو تصاور ماما وخالتي اللي وراتني جداتي والصدمة الكبيرة هي هاد تصاور كان عليهم شي علامات بالحمر وفي حالها كان ذاك الحمر ديل الدم وأنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ومع انتقت بيها حتى بدوا تصاور كيتحرقوا كاملين أنا من لي شفت ذاك المنظر ما بقيت عارفة شنو ندير وأنا نهرب وخرجت من الدار وقلست في الزنقة كان حاول نفهم شنو هاد شي لترا ولا بصح جداتي ره سحارة وبديت كان ربط الأحداث بدك شي لترا في الليل وهنا بديت كانت أكد كتر باللي هي جد غير باش تفرق لنا الشمل كنت غانت ستبت فكير وأنا نقصد دار جارتنا لي كانت مشات ليها ماما وخالتي مع وصلت حدا الباب حتى بدت كانت سمع لبكة ولغوات وأنا ندخل وقلت الرجل ها يا كلابس أش هاد لغوات شنو واقع هو يقول لي طموبي اللي كانت فيها مرتي ولي كانت غادر بيها السبيطار بدرت تكسيده وتحرقت كاملة أنا غير سمعت هاد شي جمت في بلاستي أنا نقول لي واش طموبي اللي كانت فيها ماما وخالتي وأنا نشنق عليه وبدت كان غوات وكان قل لي فين ماما فين خالتي ولكن للأسف صدمني من اللي قال لي باللي حتى هوا ما تحرقوا مع الطموبي وحتى واحد ما خرج منها سالم أنا ما شعرت براسي حتى طاحت غيبت وما استوعبت هاد شي حتى بدت كان فيه وكان لقى الجيران ضايرين بيها وبديت كان غوات وبقاوكي هدنو فيها نط وبديت كان غوات جدتي هي سباب هاد شي هي اللي درت لنا هاد الحالة وما ما فهموا والو وهو يجرني رجل جارتنا وبدأكي حاولي هدن فيها وبقاكي سول فيها لدك شي اللي كنت كان قول وانا نعود ليه كل شي وقلت ليه خاصني ضروري نمشي للعروبية اللي كانت ساكنة فيها جدتي باش نقلب عليها وانتقم منها على هاد شي اللي دارت وطلبت منه باش يعاوني وفعلا غادي يعاوني وغادي يقول ليه باللي كيعرفش واحد من هائلته ساكن قريب البلاصة اللي فيها جدتي وغادي عيط له باش يسوله ومن حصن الحد عيط له في ديك الساعة وبقاش حال وهو كيدوي معاه وانا قلسة كانت سنة وبغا غير امتي يسالي باش نعرف شنو كاين قطعت التليفون وجال عندي ولكن وجهه كان مخطف هو يقول لي فرح بنتي واش متأكدة باللي جدتك جات عندكم البارح وما كنتيش غير كاتحلمي ولا كيتهيق ليك ولاش حاجة وانا بديس كان حلف لي باللي بالصحراء جاتل عندنا وقلست ودويت معاها هو يقول لي سمعيني يا بنتي انا دويت مع السيد اللي قلت ليك وصولته على جدتك وقال لي فعلا كانت كنت تكون تماما ولكن الحاجة اللي غريبة هي ان جدتك ماست هدي تلت سنين وباللي بالصحراء كانت مش عويدة وما خلات حتى واحد ما اعداتوش في ديك البلاصة وقال لي باللي شي نهار كانوا تتفقوا مع الشروقات بش يوقفوا عند حد هزعمة حيث كانت طلعت لواحد جبل وكانت ناويات لحوليهم بشي صخر كبير من تماما على الناس الزعمة اللي سكنين وما تخلي حتى واحد فيهم عايش ومن اللي شافت راسها تحاصرت بذيك الروقات ومع سمعت أول آية من القرآن لحت راسها من ذاك جبل ومادت واتفقوا الناس اللي تماما بش يرمو بجوتة ديالها في واحد الغار بش يأكلوا هالدياب انتي قامل من ذاك الشي اللي كانت تقدير لهم أنا بلي سمعت هاد الشي غير ما زدت ضمت كتر وكتر وما قدرت نستوعب وقررت بش نمشي برجلي ونتأكد من هاد الهضر اللي قالوا لي وفعلا جمعت حويجي ومشيت لديك البلاصة ومن بعد يومين ديال البحث وتسوال للناس الهضر اللي كانوا قالوا لي كانت بالصح وفعلا هي ماتت ولا حول جوتة ديالها في واحد الغار ولكن لي جيت عندنا البطار وقلست معاها وقدرت انا وياها شكونا هي وعليش جيت وشنو بغتت منا وعليش قتلت ماما وخالتي وشنو اللي داروا ليها حتى درت فيهم هاد الحالة أنا لهذا النهار ما زال ما عرفت السبب وملقيت حتى تفسير القصة ديالي شكرا وليش تشربة��بر بحطة طويلة بن火 وعليش تشربة البداع تم رأمز بايunu جيدا انا شكرا